السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم منا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من فضلك لو دخل قناتي اول مرة ضغطي على المربع الاحمر اشتركي في القناة وفعالي زر الجاس شاء على الكل عشان يوصلكم اني كل جديد ولو عجبك الفيديو حطي لايك وحشتوني 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 بجد وحشتوني وانا بحبكو في اللا كل المتابعين اللي انا بحبهم النهاردة غرصة جديدة ان شاء الله بامر الله ويا رب يا رب يا رب يا رب بتعجبكو يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه يلا حبيبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل عقدة البداية اهو نقفل عليها بسلسلة ومش هسيبها معايا من عدد السلاسل وبعدين هبدأ غرزتنا مضاعفات العدد تلتاشر ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر يبقى مضاعفات العدد تلتاشر زائد تلاتة تمام هعمل المضاعفات حبيبي مضاعفات العدد تلتاشر زائد تلاتة بعد كده هاخد تلات سلاسل وهروح مش الورزة السلسلة اللي انا مشي فيها اللي بعدها يعني هدخل في السلسلة رقم خمسة وهعمل الراوند كله عبارة عن عمدة تمام اهو ادخل كده في السلسلة اخرج من حلقتين حلقتين ادخل في السلسلة اخرج من حلقتين حلقتين يبقى الراوند كله عبارة عن عمود بلفة اكملو وارجعلكم خلصت الراوند رقم واحد حبيبي وهو عبارة عن عمود بلفة الراوند التاني هيبقى برضو نفس الشيء هعمل عمود بلفة يبقى هطلع بثلاث سلاسل وهدخل اسيب اول عمود مش اشتغل فوقه اشتغل فوق الترقم اثنين وهبدأ اعمل الراوند ده كله نفس الشيء عمود بلفة خلصت حبيبي اهو الراوند رقم اثنين عبارة عن عمود بلفة بعد كده هطلع بثلاث سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهروح فوق اول عمود اهو هعمل اربع اعمدة ودول الكنار بتاعي دولها يفضلوا سبتين يعني اربع اعمدة يمين واربع اعمدة هيبقوا في اليسار عبارة عن الكنار بتاعي طيب نشوف بقى التلاتاشر اللي انا قلت مضعفات العدد التلاتاشر دول هما عبارة عن ايه عبارة عن ايه اول اهناخد اول عمود ادي واحد اهو تاني عمود ادي اتنين تالت عمود رابع عمود انا هنا في رقم اربع تمام عملنا الاربع عمدة الكنار خلاص وبعدين في العمود الرابع من بعد الكنار هنبدأ نطلع بستاشر سلسلة واحد اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر هعمل ايه بقى بكل السلاسل دي هروح عند العمود اللي انا طالع منه اهو اللي انا طالع منه هدخل فيه وهعمل غرزة حشو كمان ستاشر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر تمام؟ وهروح لنفس المكان اللي انا كنت فيه وهدخل هعمل غرزة حشو كمان ستاشر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر وهروح لنفس المكان اللي انا كنت فيه وهعمل غرزة حشو تمام؟ هيبقوا بالمنظر ده كده تلاتة يبقى انا بعد ما خلصت الاربع اعمدة دول عملت اللي هما الكنار ما لناش دعوا بيهم عملت اربع اعمدة وفي الرابع عملت فيه التلات وردات دول تمام؟ بعد كده هشتغل ايه؟ اشتغل كمان اربعة اعمدة ادي واحد بالترتيب اهو زي ما انا مشي ما فوتش حاجة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هي المجموعة حوالين الوردة اهو هم عبارة عن تمان اعمدة ماليش دعوا بالكنار هم تمان ايه؟ اعمدة زي ما انتوا شايفين هم كده بعد كده هاخد سلسلة وهعد واحد اتنين وهروح في رقم تلاتة اعمل فيستيتش عمود سلسلتين عمود وبعدين سلسلة وبعدين افوت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل اعمل اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة اهو وفي رقم اربعة هنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا بالزبط واحد اتنين اربعة ستة تمانية عشرة ناشر اربعتاشر ستاشر واروح عند نفس المكان اللي فيه العمود اهو اهو شايفينه هدخل كده وهعمل حشو كمان ستاشر اربعة ستة تمانية عشرة عشرة ناشر بعتاشر ستاشر وادخل في نفس المكان اهو وهعمل غرزة حشو التالت اتنين اربعة ستة تمانية عشرة ناشر اربعتاشر ستاشر وهروح لنفس المكان وهعمل غرزة حشو انا عملت اربعة اعمدة وانا قلت انهم تمانية يبقى باقي اربعة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة تمام يبقى دايما المجموعة بتتنصف هما تمن اعمدة بعد العمود الرابع بعمل الوردات دي هتخفيش من المكان المفارق ده هيتدارة دلوقتي يبقى هنا بس ده عشان ما تطلخبطيش نفسه هما تمن اعمدة بس بنشيل منهم الاربع اعمدة البداية تمام خلاص انا هكمل بقى كمان واحدة كمان مجموعة زي دي كمان مجموعة زي دي هنا وانتهي باربع اعمدة الكنار زي الكنار اللي انا بديته هنا بالزبط تمام حبيبي هكمل وارجعنا خلصت حبيبي خلاص الرابع من دقم تلاتة وبقى من المنظر ده ما تتخضوش بالمنظر ده هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه وما تنسوش ان انا خلصت الوحدة بتاعتي اللي هو فيها تمن اعمدة من هنا الهنا تمن اعمدة والبقين دول الاربع الكنار بعد كده هطلع به تلات سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهعمل الكنار بتاعي مالوش اي علاقة بي خالص اللي هو عبارة عن اربع اعمدة ادي تلاتة وادي اربعة تمام خلاص الدور ده كله عبارة عن اعمدة يعني ايه اعمدة يعني ايه اعمدة يعني ده بنزله لتحت كده وهاشتغل اعمدة انا عرفت ان الاعمدة بتاعتي في المجموع عبارة عن تمانية اتأكد منهم التمانية ازاي بقى عشان ما فوتش حاجة ادي اول عمود باين قدامي هوا هعمله تاني عمود واضح قدامي اهوا هعمله بقى ادي اتنين اعدهم تلاتة ادي ربع عمود قدامي اهوا يبقى اربعة تمام خامس عمود اهوا احاول ادخل في كده عشان هو ده اللي انا عملت فيه السلاسل هاول ادخل فيه كده بشويش الخيط عشان شعر فبيشبك فيه شوي اهوا شوفي اي مكان يكون فاضي فيه يبقى ادخل كده هعمل ايه رقم اربعة تمام هفوت السبعة دي كلها لاني ما فيش فيها اعمدة هروح للي هنا هو انا كده ايه ستة سبعة تمانية تعالوا نعدهم تالي ونتأكد منهم كده الاربع اعمدة دول بدوع البداية اهوا عدوا دول كده اثنين اربعة ستة تمانية تمان اعمدة مزبوطين تمام ده هيفضل سابت معايا الفيستيتش باخد سلسلة وهدخل فيه السبعة بتاعت الفيستيتش واخد عمود سلسلتين عمود وبعدين سلسلة وبعدين اروح اعمل التمانية بدوعي اهوا اعدهم كل مرة اعملهم اعدهم عشان ما يقعش منلي عمود انزل دي لتحت كده ادي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو هاروح للعمود ده اهو رقم ستة سبعة تمانية خلاص حبيبي اهو سلسلة وهاروح اعمل الفيستيتش يعني هو مجرد يعني راوند كله اعمدة بس بس المهم تنتبهي عشان ما فيش عمود يقع منك تعدي المجموعة بيبقى فيها تماني يبقى راوند ده من الخلف اهو وده من الامام وانا لسه مخلصتش هوريكي هنعمل ايه هخلص بقى ونرجع وارجعلكم خلصت حبيبي الراوند رقم اربعة بتاعي وبقى بالمنظر ده طب هنعمل ايه بقى في الوردات اللي طايرتي هتسيبها كده ولا هنعمل ايه هوريكوا اول حاجة انا اشتغلت في الراوند رقم خمسة الاربع اعمدة بتوعي الكنار بتوعي عشان ما تتلخبطوش فيهم تمام اشتغلت الاربع اعمدة بتوعي الكنار طيب هنبدأ بقى التمانية بتوعي دايما عددهم هنا تمانية اهم هبدأ اول عمود هاخده يبقى هعده ادي واحد اول عمود همسك التلات وردات دول كده تلات سلاسل اللي انا عملت بيهم وردة اهو افردهم كده ده واحد يمين وواحد شمال وواحد فى النص شايفينهم اخد اللي على اليمين ده ادخل هنا كده كده هو فيه واعمل غرزة حشو بس كده اه بس كده اهو غرزة حشو تمام هرجع اميله كده واشتغل عادي الاعمدة بتاعتي انا هنا كان اول عمود اهو ادخل في تالي عمود ادخل اهو في تالي عمود وبعدين تالت عمود وبعدين رابع عمود انا كده فى رقم كام رقم اربعة هعدل كده شفو دي كده بتاعتي اخدتها كده ادخل بقى فالي فى النص شايفين اللي فى النص ده اهي هدخل بس مش هدخل فى النص كده هدخل مالجانب كده شايفين اهو واخد حشو من الجنب مش من النص طيب وبعدين هعمل بعد كده غرزة نص عمود وبعدين ستة اعمدة ستة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهو بصوا شكلهم اهو ستة اعمدة شايفين المنظر اهو دي خلاص انا شبكتها هنا ودي عملت ستة اعمدة طب وبعدين هعمل ايه ركزوا معايا كده اوي هاخد الابرة وهي لسه متعلقة اهو الخيط وهروح عند اول غرزة حشو انا عملتها اول غرزة حشو هدخل فيها واتني ده كده وقم واخد الخيط من تحت شده كويس وعمل غرزة حشو تعالوا نشوف شكلها بقى ازاي اهو ده شكلها عبارة عن ايه عبارة عن وردة بالمنظر ده تمام حبيبي وبعدين انا عملت كده عند رقم اربعة العمود رقم اربعة اهو هاكد بقى العمود رقم خمسة انا قلت هما تمالية رقم خمسة ورقم ستة ورقم سبعة بعد رقم سبعة هروح افرد دي كده زي ما فردت اللي قبلها اهو وهاخد حشو وبعدين اعمل رقم تمالية اه دي التمن اعمدة شوفوا عملت بيهم ايه بقى بصوا المنظر شايفين لسه هشتغل وراها هي امش تفضل كده بس شايفين شكله بقى التمن اعمدة دول اللي اشتغلت فيهم بصوا شكلها حلو قوي هنعمل واحدة كمان برضو هاخد سلسلة واعمل الفي ستيتش هدخل هنا وهعمل عمود سلسلتين عمود وبعدين سلسلة وابدأ الاربع اعمدة بتوعي اول عمود هعملوا عمود عادي وبعدين افتح التلات وردات كده او التلات ورقات اهم خلاص واول واحدة هنا هي ما تلخبطيش وتلف فيهم على بعض كده وتاخدي من هنا واتلخبطي نفسك لقى غيحيهم كده وخدي اللي الناحية دي اهي هدخل كده اهو هدخل في التلت ده كده او خد خلي في النص في اي مكان زي ما انت عايزة اهو هاخد حشو وبعد كده هرجع ورقه اهو اكمل ده العمود رقم اتنين العمود رقم تلاتة العمود رقم اربعة العمود رقم اربعة هشتغل فيه بقى هنا في اللي في النص دي هدخل كده بالجنب اهو اعمل حشو بعدين نص عمود وبعدين ستة عمود اه دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام خلاص اتأكد كده ان الستة دول في نص الايه السلاسل بتاعتي هعمل ايه هدخل هنا فاول غرزة حشو انا عملتها كمام وهدخل اخد الابرة بتاعتي اهو كده واخد الخد بتاعي عفوا واعمل غرزة حشو عشان لما اعدلها تبقى بالمنظر ده بعد كده اكمل انا عملت اربعة صح هاخد بقى اللي بعدها اللي هي الخمسة بعدين رقم ستة بعدين رقم سبعة اهو اتغلاطي بعدين رقم سبعة على طول هروح لي الورقة دي وهروح اعمل فيها غرزة حشو وبعدين ااخد اخر واحدة اللي هي رقم تمانية شايفين حبيبي الراوند سهل جدا مش صعب ولا حاجة بس شايفين النتيجة حلوة زي بسو النتيجة بتاعتها اخر شيك تعالوا بقى هكمل دي كمان وارجع لكم نشوف هنعمل ايه خلصت حبيبي الراوند رقم خمسة وبقى بالمنظر اللي انتو شايفينه ده اهو ويعتبر كده خلاص الغرزة خلصت طب انا هبدأ اللي بعدها ازاي يلا بينا حواريك هنبدأ اللي بعدها ازاي اول حاجة هعمل الاربع اعمدة قلنا دايما تعملي الاربع اعمدة اللي هما الكنار وتخلصي منهم وتحسيبهمش في العد معانا علشان العد هو التمن اعمدة اللي فيهم الشغل خلاص اهو خلصنا الاربع اعمدة اللي هما ايه الكنار بتاعي تمام هبدأ بقى ايه انايم دي كده وهعمل دور اعمدة عادي خلص اول عمودة هو ادي دا ادي واحد هنا كان فيه غرزة حشوة اهي مالناش دعوى بيها انا هدخل في العمود اهو العمودة هو هدخل في العمود يبقى ادي اتنين تمام ادي عمودة هو تلاتة كمان عمود قدامي اهو اربعة تمام فيه هنا بقى اللي انا عملت بيهم السلاسل ماليش دعوى بيهم خالص انا بشتغل في العمود ادي العمودة هو ادي رقم خمسة وهنا العمود كمان رقم ستة ههو رقم ستة تمام وبعدين العمود رقم سبعة هيقابلني فيه هنا غرزة حشو ماليش دعوى بيهم اعملش فيها عمود انا بامشي فوق العمود ادي رقم تماني يبقى دايما اتأكد من التمن اعمد عشان لا ازود عمود ولا اقصر عمود اهو بصوا بقى شكلها شكل الوردة حلوة زي انا هكمل بالطريقة دي اهو سلسلة والفيستيتش سابت اهو اتنين سلسلة وبعدين ارجع اعمل الاربع التمان اعمل ادي واحد شفو انا كنت هدخل هنا دي غرزة الحشو مش هدخل فيها انا هدخل فوق العمود يبقى ادي اتنين العمود ده تلاتة كمان العمود ده اهو اربعة فيه في النص هنا شغل ما ليش دعوة بيه خالص ادي العمود رقم خمسة اهو ستة سبعة تمام هنا الحشو ما ليش دعوة بيها وبعدين تمام اهو تمام كده خلاص هكمل الاربعوند بتاعي عبارة عن كله اعمدة اخلصه وارجع لكم شوف الاربعوند رقم ستة وبقى الشغل بتاعي بالمنظر اللي انتو شايفينه سري دي شكله فين انتهى الشيكة يعني بلوزة بلنوتة حلوة قوي نهاية بلوزة يعني ممكن تطلعي بالبلوزة اعمدة بس وتخلي دفن في نهاية البلوزة او في بداية البلوزة وبعدين تكملي اعمدة عادية تكملي برضو مجموعة ثمن اعمدة وبعدين ثمن اعمدة وتكملي البلوزة عادي او تقدري ان انتي تكمليها زي ما احنا هنعمل دلوقتي خلاص كده الست الست راوندات طيب الراوند اللي جاي بقى هو عبارة عن ايه هو عبارة عن نفس الغرزة بعيدها من الاول تاني يعني ايه يعني اهو انا هعمل الكنار بتاعي اهو ادي اتنين تلاتة اربعة الكنار بتاعي عادي تمام وكلنا بنعمل ايه اهو ادي اول عمود وبعدين رقم اتنين تلاتة وبعدين رقم اربعة وابدأ اعمل اعد واحد اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعة اتناشر ستة وارجع في نفس المكان واعمل حشو وابدأ اعيد نفس اللي احنا عملناه تاني يبقى انا هارجع اقرر نفس الوردات ونفس الشر لدول الست الست راوندات بنفس الطريقة دي اهو هكمل وهيطلع تعالوا نشوف العينة بتاعتي بقى البتاع الغرزة خفيفة قوي والعينة حلوة اوي وشيك اوي تعالوا نشوف بقى اللي انا عملتها لكم شكلها ايه شكل الغرزة يا حبايب قلبي شكلها فيه منتهى الشياكة والجمال زي ما انتوا شايفين كده بصوا شايفين انسيابية وحلوة اوي والسغي دي البروز فيها مديها شكل جميل ورقيق بلوزات البنوتات وحلوة اوي تقدري برضو لو انت شطرة توظفي تعملي مثلا في البلوزة اتنين من دول بس كده في الصدر وبلاش يبقى كل صدر البلوزة منه يعني تعملي مسافات بلهم وتعملي اتنين بس يمين وشمال شكلها في منتهى الجمال اهي شكل الوردة شفوا شكل الوردة شكلها حلوة اوي 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 اهو شكلها في منتهى الجمال يارب تكون عجبتكم ويكون شرحي عجبكم وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكمل وعلى فكرة انا اسمي مونا فاتحي مش ياسمين علشان اللي بيسيبولي في الكومنتات يقولولي يا مدام ياسمين انا مونا فاتحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته